أهلا وسهلا بكم في هذه القناة إذن مع هذا الخبر في جديدة الفايس فالرئيس الأمريكي ظهرت عليه أعراض تدعو للقلاق والساعة المقبلة ستكون جد حاسمة بالنسبة للرئيس الأمريكي وذلك حسب الأقوال للمدير المكتب البيضاوي إذن الرئيس الأمريكي يتواجد في المستشفى العسكري والتر ريد اللي كيتواجد فيه يعني داخل هذه المؤسسة لباش يتلقى العلاج إذن كيتلقى علاج لازل تجريبي يعني الله جربوه على الفئران كما كتعلموه أن الأدوية دائما كيبدوه بالتجربة ديالها للحيونة بعد كتدوز على الإنسان فالآن كيأخذ أدوية لازلت في طور يعني تجريبة إذن الأنباع يعني ما بغوش يقوله هو أعطوه الأكسيجين ونما أعطوه الأكسيجين لأنما كد الحالة كدتتزاد على المريض فكدت تعطالو الأكسيجين مباشرة كما وقع مع الرئيس ديال بوريس ديال رئيس الوزراء البريطاني فهوته هو دوز أيام صعبة مع الكورونا فيروس ولكن استطاع أنه يتغلب عليه لكن الرئيس الأمريكي فهو أكبر سناً يعني فأمره سبعين سنة وكبر سن فصعيب عليهم هذا لبرضه هذا إذن أيام المقبلة غادي تكون أو الساعة المقبلة تكون حاسمة بالنسبة للرئيس الأمريكي اللي هو الرئيس الأقوى دولة في العالم بالنسبة لبزاف ديالناس وبزاف ديال اليوتيوبرز كانوا تحتو على أن هذا يعني كينكروا الفيروس ولكن الفيروس هو يعني الدليل على أن الرئيس الأمريكي لطبعاً تحت تصرف دياله أقوى شركات صناعة الأدوية والصعيب عليهم أنهم يحاربوا هذا الفيروس هذا لأنه بقي جديد إذن كان هذا الخبر إذن نتلاقع في حلقة أخرى إن شاء الله